بسم الله الرحمن الرحيم هذه التجربة على قانون شارلز اللي تكلم عن العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارة المطلقة مطلقة يعني بالكيلفن لاحظ معاي هني راح يكون عندك في المختبر مصطرة هذه المصطرة ملصوقة فيها أنبوبة شعرية داخلها زئبق تمام مسكرة هذه الأنبوبة من ناحية ومفتوحة من الأعلى كذلك راح يكون ملصوق على المصطرة ثرمومتر عشان تعرف درجة الحرارة راح يكون عندي كذلك بيكر أو غلاس في ماء حار مسخن وكذلك بيكر في ماء بدرجة حرارة الغرفة مو بارد حيل لكن بدرجة حرارة الغرفة يعني أنا مو مسخنة مخلي بدرجة حرارة الغرفة راح أخذ عدتي هذي كلها وأحطها داخل الماء الحار شنو التوقع يصير راح ترتفع درجة الحرارة فيهني هوا محبوس دامنا الهوا هني محبوس وسخنته أنا عن طريق الماء الحار هذا راح يبدأ يتمدد عدل أو معدل إذا تمددش يصير بالحبيب هذا اللي هو الزئبق راح يرتفع الزئبق لي فوق تمام فأنا أنطر عليه وطالع درجة الحرارة هني راح ترتفع وياي ترتفع وياي درجة الحرارة لين توصل الشي الفلاني راح أسجل إنه والله عند درجة حرارة مثلا 80 صار ارتفاع الزئبق كذا اللي هو هجم الهواء المحبوس وصل هني مثلا هذا الزئبق وصل فوق هالصوب راح أقيس هذه المسافة وأسجلها وبعدين راح أشيل عدتي هذي كلها كذي وحطها في الماء البارد أو اللي بدرجة حارة الغرفة وأبدأ ألاحظ إن الزئبق هذا عقوب ما كان هني فوق بدأ ينزل مرة ثانية ليش درجة الحرارة مالة الهواء قاعد تنزل أنا بردت الهواء الحين شلون حطيته بماء بارد فهذا الزئبق راح يبدأ شي سوي ينزل فأنا شأسوي أطالع الزئبق وين وصل طبعا أطالع الناحية السفلية منها الجزء السفلي مو الجزء علوي شوف الجزء السفلي وين وصل والله وصل عند سبعة وشوف درجة الحرارة شم في هذه الحجزة كذا أسجل الحجم مالة الهواء مع درجة الحرارة وأنطر راح ينزل شوي زيادة أسجل الحجم مع درجة الحرارة وهكذا تعالوا نشوف الكلام عملي هذه المصطرة عليها عمود الزئبق وعليها كذلك الثرمومتر لاحظوا الثرمومتر وياي هني راح تشوفون خط ضعيف كلش هذا تشوفونه نشوف نهايته وين واصلة طبعا هني تشوفون 20 هذي الاثنين وهذي الصفر احنا الثرمومتر ما لنا معوق الاثنين بصوب وصفر بصوب المهم هذي 20 فهذه 21 و 22 درجة الحرارة الحين 22 في هذي الظروف يعني وهذا عمود الزئبق نازل اللي تحت ما راح انقيس من هني من فوق لا راح انقيس من الناحية السفلية الحين بوريكم تصويري اللي منتهي شوفوا شوفوا شون بتروح الدنيا وتنعفز ايوه شوفوا الفن والله الكاميرا تعبانة قديمة حيل الشيك والله المهم حطناه بالماء الحار شيت توقع يصير لما نحطه بالماء الحار راح يرتفع الزئبق عدل يلا خلنشوف شيصير كاهو الزئبق هني لحظة تشوف شون قاعد يرتفع لاحظ قاعد يرتفع بسرعة الشرحة مو على الزوم شرحة اللي يستعمل الزوم انا غلطان بس قاعد يرتفع تشوفونا الزئبق قاعد يرتفع بعدين احطه بماء بارد ويبدأ شي سوي ينزل تلاحظون شون قاعد ينزل ودرجة الحرارة قاعد تنزل وياه درجة الحرارة هاي هني قاعد تنزل وياه طبعا حضرتك هني ما تقاعد تطلع وتطمش لا انت تسجل درجة الحرارة عند كل عشر درجات تسجل الحجم ودرجة الحرارة عند كل عشر درجات فمثلا لما كانت لما كانت درجة الحرارة ستين سيليزي كان الحجم عندي ثلاثة عش سنتيمتر زئبق حجم منو؟ حجم الزئبق هني اشوف انا هذا عمود الزئبق بادي من هنيه منتهي هنيه انا اخذ الحجم من هنيه الى تحت انا اقرأ الرقم لهني مو نبين هنيه على مصطراتنا الكحيانة بس انتوا مساطركم ان شاء الله احسن خلاص بعدين نطرت عشر درجات لما نزل الثرمومتر هنيه عندي عشر درجات زيادة وصل الى خمسين درجة سيليزية كم كان الحجم؟ قسط الحجم طبعا راح يكون عمود الزئبق شفيه؟ نزل فلما قسط الحجم اللي تحته حجم الهواء طلع عشرة سنتمتر زئبق وبعدين نطرت عشر درجات زيادة وهو قاعد يبرد وقاعد ينزل بسرعة وصلت درجة الحرارة أربعين لاحظت ان الحجم وصل ستة ونص حجم الهواء سجلت هالثلاث قرايات الحين خلاص خلاص التجربة ابدأ اصوي حساباتي عشان ارسم العلاقة ما بين درجة الحرارة المطلقة اللي هي بالكلفن وحجم الهواء ازاي انقبل لا اروحي هناك شلون طلع درجة الحرارة بالكلفن ازيد على الرقم هذا ميتين وثلاثة وسبعين نوتة هذه راح تصير ثلاثة 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 هذه راح تصير ثلاثة ثلاثة وهذه راح تصير ثلاثة واحد ثلاثة الحين راح نرسم العلاقة مع بين درجة الحرارة المطلقة مع بين حجم الهواء لاحظ معي راح نخلي درجة الحرارة المطلقة تحت تي وحط يامها بالكلفن وفوق راح يصير حجم الهواء او الفي خلصنا ورح يكون بالملي لتر عدل لا مو عدل بس سنتيمتر كل شي عدل حطها بين قوسين بس خلصنا من هذه ماذا نقسم تقسيمتي تذكرون راح ايه هنا واشوف درجة الحرارة بالكلفن وينها كاهي العمود بادي من وين من ثلاثمية وثلاثة عشنا إلى ثلاثمية وثلاثين معناتها انا اقدر اعد هنا مثلا أربع هذا ليش مو مضبوط على الخط لحظة خنضبطه يلا شدي تمام قلنا هذي اللي تم الفرق بينهم عشرة صح فانا اقدر اعد واحد اثنين ثلاث أربع وحط لي خط هنا بعدين واحد ثلاث أربع وحط لي خط هنا واحد ثلاث أربع وحط لي خط هنا واحد ثلاث أربع وهذا خط وأربع وخط كم خط صار عندي خنشوفهم واحد ثلاث ثلاث أربع خمس أقدر أزيد سادس اقدر واحد ثلاث ثلاث أربع وهذا السادس ست خط والرينج والمدل اللي عندي هني كم من 313 إلى 330 أقدر قسم خمسات أقدر قسم خمسات أبدأ من 310 أقول هني 310 هني 315 ثلاث ثلاث مئة وعشرين ثلاث مئة وخمسة وعشرين شفي هذا طلعت من رضيه تضبط لحظة 25 330 وهني 335 وثلاث هنزين خلصنا من درجة الحرارة حجم الهوى بادي من 6 ونص ومنتهي ب13 يعني من 6 إلى 13 خنشوف كم عندي أنا أصلا رح أعد كل أربع 1 2 3 هذه الرابعة 1 2 3 هذه الرابعة 1 2 3 هذه الرابعة 1 2 3 مليتوا ما أعلم بس عشان نعلمكم خلصنا كم واحدة عندي عندي وحدة 2 3 4 5 6 وأنا عندي من 6 إلى 13 نخلي كل واحدة وحدة فراح نقول هني 6 7 8 9 10 11 يصير لا ما يصير لأننا لازم أنتهي ب13 أنا مضطر أخلي كل 2 بوحدة مضطر أخلي كل 2 بوحدة معناته 6 8 10 12 14 وكافيني 14 لأننا أبي أوصل بس ل 13 وانتبه وانتبه إيا عشان دائما نقول اكتب القلم الرصاص لاحطيت الوحدات غلط تقدر تمسح وتعيد مرة ثانية يلا خلنشوف أول واحدة أول واحدة 13 و 333 و 30 يعني تقريبا هذه 13 هنا بالنص و 333 و نحن نحن 330 و نتعد ها شوي هنا هذه هي النقطة رح أطق عليها شذي و وحط عليها دائرة وبعدين عندي العشرة و 323 رح هي عند 323 هاي 325 بينهم 23 أصعد لل 10 كاها النقطة حلوين فرا أطق ها الشكل وحط عليها دائرة وبعدين أي حق الأخيرة هي 6.5 و 313 310 315 كاها 313 ليست 6.5 تقريبا هذه هي النقطة فرا رح هنا عدل وحط دائرة بعدين أيب المصطرة طبعا أنتم لاحظون العلاقة تردية صح طوش رايح أيب المصطرة وأحاول أمرر الخط في الدوائر مو شرط عن نقطة نفسها لكن ضمن الدائرة تمام فرا حيب أنا مصطرتي خل أدور أنا مصطرة هنا إذا أكو كات شنو هذه مصطرة وأسوي وهذا وين طلع رح نشوف شنو مصطرة وين مصطر أحاول مصطرة مرة ثانية ليس من آخر الدنيا شنو تقريبا رح يكون مصطرة بال ثلاث دوائر أيوة وهذا هو الخط اللي أنا أحتاجه وشنو أنا رسمت العلاقة بعدين رح تكتب لي أن العلاقة ما بين درجة حرارة المطلقة وحجم الهواء هي علاقة طردية كذلك يمكن تكتب قانون شارز لازم تكون حافظة أنه حاصل ضرب اللي هو درجة الحرارة المطلقة في البطيخ هذا اللي هو الحجم أو الحجم الهواء رح يساوي رقم ثابت في جميع الأحوال مدريش والمهم حفظوا أنت وعاد من الكتاب الله يهديكم ويصلحكم وحطوه بالامتحان أنا مدريس خلصت مو لازم يحفظه أنت وحفظوه زين يا رب تكون استفدت والحمد لله رب العالمين